كهربا لا كهربا خلاص صح لا كهربا خلاص حسم أمره هيخرج عارة مظبوط؟ مظبوط هيخرج عارة فين؟ وبكام؟ والكواليس اللحظات الأخيرة في الموضوع ده كيتعمل طيب من الأول خالص من الأول خالص الموقف ايه؟ الموقف ان الأهلي الأهلي كأدارة مش حابة تخرج كهربا مسيماني مش عايز كهربا مش عايز كهربا انت خرجوا بقى متخرجونش انا مش هلعبو متحور بقى يعني هو مش هلخش الاسكور انت عبقى عايز تقعدوا ويطلع بقى الاسكور براحتك هو كمدير فني مش منحقه على فكرة يقول اللي يبدأ يطلع عارة او يباعة او كده لا مش هلح معك منحقك لعبو متلعبوش انت محتاجه ولا مش محتاجه نهائي مش هلعب معك مش هلعب معي تبيعه بقى تقعدوا دبراحتك انت كأدارة صحيح كهربا موقفه ايه كهربا كان ملتزم جدا وكان حابب انه هو يكمل في الاهلي وكان حابب انه هو ياخد الفرصة وقهب بيتمرن ويقول انه جيزم يقوله املا ان هو ياخد ثقة موسيماني وما اخدهاش فاكتر من مناسبة التدلاب بتاعت موسيماني اثبتت له انه هو مستحيل يشارك معاه فبالتاني ابتدت تفكير او تغير بالكلام بقى مع وكيله بالكلام مع ناس بتحبه لا يا كهربا كده انت هتروح مع الراحه ويعني لازم تخرج وتلعب طيب العروض اللي جاء له ايه في اندية كتير في السعودية وانا برده اقترف ملامة دي قبل كده في اندية في السعودية كانت عايزاه ولكن الآن موضوع الغرامة بتاعته او العقوبة بداية الاتحاد الدولي اللي ممكن تتفرد عليه فبالتاني في اندية كانت قدمت خطوات للتعاقب مع كهربا وترجعت بعد كده من النادي اللي هو كان داخل جامد ومدير الفني بتاعه اتكلم كهربا في التليفون هو نادي هاتاي التركي جي مندوب مصر وابتدى يتكلم مع عدارة الاهلي وابتدى العرض كان يعني ربع كان في الاول 800 الف دولار وصل الى 500 لالي كان عايز سمنه 100 الف دولار في الاعارة ولكن العرض توقف عند من 400 ل 500 الف دولار ممكن الرقم 3 زاد 50 اللي هو اللي كانوا متوافقين علي يعني بتتكلم في الاعارة من 400 ل 500 الف دولار طيب الجزء التاني بقى اللي عمل مشكلة كبيرة بند البيع بند البيع النهاردة الاهلي مكانش عايز يطلع قرابة بند بيع انا هعيره ست شهور برقم الفلين مفيش بند بيع كهربا نفسه مكانش عايز يجوب بند بيع من اللي كان رفض القصة دي؟ نادي هاتاي التركي مفيش نادي في اوروبا يا كريم ياخد لعيب يجهزه لك ست شهور ويدورك على طبق من دهب يقولك لأ لازم يحط بند بيع او بند عدد بيع ويكون ليه اولوية في الشراء الاهلي عمل ايه؟ يعني وازن الموضوع انا وحط رقمه كبير النهاردة عشان تشتري كهربا ثلاثة مليون دولار او ثلاثة مليون يورو اكيد رقم كبير جدا مش اولاي الفلعيب اساسا ما كانش بيشارك والاهلي جايبه ببناش الاهلي واخد كهربا ببناش فبالتالي ثلاثة مليون يورو او ثلاثة مليون دولار كان رقم منطقي اولاهلي شافه طبيعي ده كان الاتفاء الاخير مفروض ان الاعود كانت بتتراجع في الادارة القانونية في الايام اللي فاتت والمفروض ان كهربا ثابتة او حد بكتير هيسافر تركيا ويرطحك بناديج جديد ده اخر المعلومات ان كانت وردة من ادارات الاهلي فيه كلام بقى ان الصفقة موخم ما تمش وان بعد طبعا الزخم اللي حصل من الجمهور اكيد طبعا شفت اليومين اللي فاتوا يعني عايز اقولك انا اندهشت ان شفت رد فعلي من الجمهور كأن بالضبط الاهلي بيسيب افشا او محمد شهو اه حب في كهربا وده على فكرة كان حاصل مع صالح جمعة لو تفتكر كنا نقول كتير سيبك من كهربا لان الوضع مختلف كهربا وصالح جمعة الوضع مختلف احنا قلنا ساعة صالح جمعة بنقول يا جماعة صالح مش ملتزم هو فعلا ما كانش ملتزم فهو قد كتير الجمهور كان بيهاجمنا او كان ما كانش بيعجبوا الكلام ولكن تثبت في الاخر ان ده اللي كان الواقع كهربا لا ملتزم انا بقى كدك من كهربا ملتزم مشكلة الكهربا الوحيدة مسيمين طب هل كهربا ملتزم منذ ان دمامه للنادي الاهلي لا مش منذ ان دمامه للأهلي طبعا لا هو منتزم في الفترة الاخيرة منذ ان دمامه للأهلي ازاي ده تعامل عليه عدد غرامات تاريخي يعني كهربا تقريبا من اكتر اللعيبة التي اتغارمت في تاريخ الكورة المصرية لا طبعا مش ملتزم انا بكلمك في الفترة الاخيرة لو ان اتكلم على ست شهور الاخار لا كهربا ملتزم يعني اقصد سبب عدم رحيله دلوقتي او سبب رحيله دلوقتي مش عدم الانتزام صح سبب رحيله دلوقتي وبشكل قاطع ولا ان هو بيصرب اغبار الفرقة ولا الكلام ده خالص هو الموضوع كله فني بحث هو كان شايف مسيماني شايف ان الكهربا مش بيدافع جيد وهو عايز طول الوقت الطرفي في خطته اللي هي اربعة ثلاثة ثلاثة ديت او او تلاتة اربعة ثلاثة اي ان كان بيرعبه ازاي بتبقى محتاج الطرف يكون ليه مهام لفترة اللي قضاعك اهربا مع النادي الاهلي حتى رحيله على سبيل الارض شايف قدم فيها ما يشفع لي حب الجماهير ومسندتهم دي لا طبعا هو معدمش بس انا برضو في نفس الوقت مش عايز اظلمه في ارقامه 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 كويسة لما تيجي بص على ارقامه في المباريات مش حضرة دلوقتي معي بس انا بقولك ارقامه كويسة جدا على مستوى الاهداف او على مستوى الاسستات لا ارقامه كويسة جدا بالمقارنة بعدد كبير جدا من لعيبة ولكن هو حظه مدرب ما بيحبوش مدرب بني خطته مش عليه ديف كمان انه ضيع وقت ضيع وقت طبعا معك جدا ضيع وقت كتير فلا طبعا فيه الظروف بصراحة والملابسات مساعدتش كهربا ولكن انا شايف ان دي خطوة او زي ما بيقولوا يعني بارقة امل لي ان هو ممكن يرجع كهربا تاني لو هو عايز نادي هطاي نادي تكلم في رابع او خمس الدولي دلوقتي التركي نادي مستقر نادي مش اللي هو يعني عليه زخم كبير مش مطالب بطولة فبالتالي انت هتروح مفوت تتعلق بس والدوري التركي مش دوري يعني صعب يعني دوري عادي